الحقيقة أن الإجراءات التي اتخاذتها البنوك المركزية في معظم الدول العربية هي إجراءات متشابهة إلى حد ما وإنما تختلف في بعض التفاصيل يمكن تشترك هذه الإجراءات البنوك المركزية أصدرت قراراً بالإعفاء من بعض الرسوم للمتعاملين ومنها على سبيل المثال عندنا في مصر إلغاء الرسوم السحب من شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع أيضاً من ضمن الإجراءات هي تأجيل أقصى القروض للأفراد والمؤسسات كل هذه الإجراءات تصب في صالح الاقتصاد والتخفيف من وطئة الآفار السلبية التي تتركها فيروس كورونا على القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية نعم اشتركوا في القناة